السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم عاملين ايه? النهاردة جاي لكم فيديو يا ربي يفرحكم. زي ما انا فرحان دلوقتي. اه وهي متابعة البيضة من اول يوم او من اول اسبوع يعني لغاية اما فقست. اه دي كده بعد مرور اول اسبوع. شايفين الجزء الابيض اللي انا بشاور عليه ده? ده يعني نعتبره سبب من اه من اسباب ان شاء الله ان هي البيضة يعني تكون سليمة. اللي هو رسوخ السفار. بتبتدي تتكون عندي الجزء الابيض ده بيبان كده في قشرة البيضة من فوق. ده بنعتبره اه ان شاء الله ان هو يعني البيضة مخصبة. زي ما احنا شايفين ان هو مش باين في البيضة التانية هنعرف هو مش باين في البيضة التانية ليه? في اخر الفيديو ان شاء الله. زي ما احنا شايفين درجة الحرارة كانت اه تلاتين والرطوبة خمسة وسبعين. طبعا اه في ناس كتير شافت الفيديو بتاع التحضين ده من اوله خالص. هاي الرطوبة زي ما احنا شايفين كده. دي الرطوبة يا جماعة اللي هي تحت خمسة وسبعين والحرارة تلاتين. يعني تقريبا انا كنت محافز عليها طول فترة التحضين. تلاتين درجة وآآ كانت ممكن تنزل تسعة وعشرين تطلع واحد وتلاتين في الايام الحر اللي فاتت دي كانت بتوصل كمان تلاتة وتلاتين. طبعا انا ما كنتش بتدخل خالص آآ كنت سيبة في درجة حرارة الغرفة العادية آآ اول بس ما آآ عملت التحضين كان الجو لسه مش حر قوي. فكنت بس في فترة بالليل دي بشغل لمبة جنب البوكس بتاع التحضين. مش لمبة جوة لأ لمبة برا بس جنب البوكس بحيس ان هي كانت تزبط درجة حرارة شوية. دي كده يا جماعة حضراتكم شايفينها دي بعد مرور اسبوعين. بعد اسبوعين بالزبط زي ما احنا شايفين البيضة ابتدى فيها حاجة بسيطة جدا من التكون. يعني شايفين اللي جنب رقم اتناشر اللي كان ظاهر ده حاجة بسيطة جدا. ده دي اول حاجة يعني تثبت لك ان ان شاء الله البيضة بتكون سليمة. هنا ابتدى عندي يظهر العروق. شايفين العروق دي? دي كده بعد مرور شهر بالزبط. بعد تمام يعني مثلا هي كانت اه بتاريخ اتناشر اربعة. اه اتناشر خمسة او ستاشر اه خمسة تقريبا بعد مرور شهر تقريبا يعني. ابتدت تظهر عندي العروق دي بالمنظر ده. ده طبعا كده علامة على ان البيضة سليمة مية في المية ومخصبة والجنين بدأ يتكون فيها. وزي ما احنا شايفين واضحة كده العروق انا بحاول اصورها بس اه طبعا ما ببقاش عايز احرك البيضة من مكانها رغم على فكرة اللي انا حركتها هكذا مرة يعني بس انا عارف بشيلها ازاي وبرجعها تاني ازاي. يعني بنفس وضعيتها بالزبط ما بتتحركش مني ولا تتقلب. عارف ازاي بشيلها حطها على كشاف الموبايل اكشفها ليها وازاي رجعها تاني. طبعا انا بنصيحش حد يعمل كده يعني يا ريت يسيبها في مكانها بس انا بقول لكم كنت بشيلها بحرس وعارف اشيلها ليه. اه زي ما احنا شايفين البيضة دي خلاص انا بعد الفيديو ده اساسا رميتها لان انا اتأكدت ان هي غير مخصبة لاني شفته حتى لون السفار بتاع عامل ازاي. اه فعرفت ان هي مش مخصبة اصلا. فرميتها يعني اعتبر بعد الفيديو ده رميتها ووسبت طبعا البيضة اللي هي الايه المخصبة. اه وزي برضو ما قلت لكم في فيديو قبل كده انا يعني الانسة اللي باضت البيض ده انا في بيض منه حضنته خارجي اللي هو ده وفي بيض باضته بعدها بشهر بالزبط ده انا سايبه في البيض بتاعها زي ما هو. يعني سايب الانسة زي ما دفنت على البيض وحضنته انا سايبه زي ما هو. بحيث انا قلت هجرب كده وهجرب كده يعني تحضين خارجي والتحضين اللي هي ايه زي ما الانسة باضت بالزبط وقلت سيبه زي ما هو. واشوف ان شاء الله مين اللي هينجح فيهم يعني. هنا العروق باينة برضو ايه? ده كده برضو هو بعد مرور شهر بالزبط. عشان الناس اللي كانت بتسأل اه مش عايز افضل افضل مسلا تسعين يوم ولا ميت يوم ولا اربع شهور مستني البيضة في الاخر اعرف اذا كانت مخصبة ولا مش مخصبة. لاجي معنا بقول لكم ان هي بعد شهر بالزبط بتبتدي تبان فيها العروق. دي زي ما قلت لكم البيضة اللي هي كانت غير مخصبة. اهي العروق اهيه زي ما انتم شايفين. المفاجأة بقى بعد مرور ميت يوم بالزبط. صحيت على المنظر ده. الساعة سبعة الصبح تقريبا. صحيت على منظر ده كده. من عند بق السلحفة بالزبط هي كسرة قشرة البيضة ببقها. زي ما احنا شايفين المنظر الجميل ده. يعني يا رب يفرح كل الناس اه مش قادر اقول لك وانا كنت فرحان ازاي درجة حرارة زي ما احنا شايفين هي برضو تلاتين. والرطوبة تقريبا سبعين. اه حاطت انا دي كده زي كبات بلاستيك زغيرة كده. عشان الرطوبة. حاطت كزا واحدة حوالي تلاتة تقريبا. غير ان انا طبعا كنت اه برش مية بالبخاخة كل فترة كل ما حس ان التربة اه بدأت تنشف. برش مية بس طبعا بعيد عن البيضة يعني حوالين البيضة كده في في العلبة من الاطراف العلبة. اه بحيس ان هي تخلي الرطوبة زي ما انا شايفين كده. يعني تقريبا هي طول فترة التحضين كنت محافظ على الرطوبة تقريبا سبعين. كانت ممكن تزيد شوية كانت ممكن تنزل لخمسة وستين. بس ما قلتش عن كده او زادت عن كده. والحرارة برضو اه يعني تقريبا تقريبا كانت تلاتين طول فترة التحضين. اه في اوقات بس اللي هي زي ما قلت لكم في اول التحضين اه كان الجو لسه مش حر زي دلوقتي كانت ساعد درجة الحرارة بتنزل اه لتمانية وعشرين. كنت بشغل اللمبة طول الليل. يعني طول الليل بشغل اللمبة كانت الحرارة بتبقى سابتة على التلاتين. اه دي كده زي ما قلت لكم بعد مية يوم بالزبط. الكلام ده يا جماعة يعني وانا بصور دلوقتي الكلام ده مبارح. هي خدت اه بالزبط تلاتة وتلاتين ساعة او خمسة وتلاتين ساعة. علشان تطلع من اه من البيضة. تطلع برة ونشوفها. طبعا انا مش اه ما كنتش عايزة تدخل خالص ان انا اشيل القشرة وكنت سايبها براحتها. هنا بدأ يفتح عينه. وانا كنت اول واحد يشوفه يعني. يعني احنا الاتنين كده اول اول حد يشوف بعض يعني. هو اول واحد يشوفني وانا اول واحد اشوفه. فتحت عينيها. او فتح عينيه. لسه بقى طبعا عمره ما هيبان طبعا. آآ الجنس ايه? بس يعني طالما انا كنت محافز على درجة حرارة تلاتين. دي احنا اتكلمنا بكده في فيديو ان درجة الحرارة بتتحكم في جنس الجنين. آآ درجة حرارة تلاتين دي آآ مش هتحدد لي بالزبط زكر ولا انسة. يعني فهمين يعني ممكن يبقى زكر وممكن يبقى انسة. لان هي ولا ما عديها التلاتين ولا اقلم التلاتين. هو ده اللي بيتحكم في ايه? في نسبة الزكور والانقس. هنا اول ما تلقت من البيضة جماعة اول لحظات. دي كده اول لحظات. طبعا احنا شايفينها متطبقة ازاي طبعا عشان كانت جوة البيضة. آآ وجسمها طبعا طري جدا لسه. يعني الصدفة دي مش كوية زي السلاحة في اللي حضرتك بتشوفها كده وهي كبيرة. لا هي عاملة زي الجلد يعني لسه. انا حطيتها هنا جنب الكوين الجنيه عشان تشوفوا حجمها قد ايه? يعني هي تقريبا يا جماعة قد الكوين والله. شايفين متطبقة ازاي? عايزة لوك يا جماعة شكلها ما شاء الله يعني حاجة تفرح يعني والله. دي كده اول لحظات ليها برا البيضة. كانت لسه خارجة يعني. شايفين شكل الصدفة هعمل ازاي? لسه طبعا ما كانتش بتتحرك ولا حاجة. جيبت انا بقى علبة بتاعة تلاجة علبة بلاستيك زويرة فرشت فيها مناديل. آآ يعني خليت المناديل شوية كده مية بسيط. لان طبعا بيبقى فيه لسه فيه كيس آآ عند السرة بتاعتها يعني. ده بياخد اسبوع. علشان يختفي. بتقعب برضو طول الاسبوع ده يعتبر بتتغزى منه. فلازم يبقى فيه يعني تبقى في مكان ريطب شوية يعني ونضيف طبعا ما فيش فيه اي اوساق ولا اي حاجة. لان هو ده متصل بالامعاء على طول يعتبر. اول خطوات لها يا جماعة. دي تقريبا كده بعد ما خرجت من البيضب آآ خمس دايق تقريبا. آآ عشر دايق بالكتير قوي يعني. دي اول خطوات لها. اتمنى لكل الناس اللي اتفرجت على الفيديو آآ يكون عجبهم وآآ وربنا يرزق الناس كلها ان شاء الله. ويفرح كل الناس اللي محضانة في الموسم ده. ويا رب تستفاد من الفيديو. شكرا سلام عليكم. شكرا سلام عليكم. شكرا